ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله لشمال المملكة للمشاركة في الملتقى الرابع حول التعاون الدولي والذي كان من المقرر انطلاقه صباح يوم التولتاء بقاعة أزطوط بجماعة تيطوان وبحسب ذات المصادر فإن جماعة تيطوان وبعد علمها بالواقع ألغت الاحتفال الرسمي الذي كان مخصصا لاستقبال الوفود المشاركة في هذا الملتقى في انتظار ترحيل هذا العنصر المرتزق خارج المغرب بعد التحقيق معه وأضافت المصادر أن المعني بالأمر يدعى يحيء محمد سليم يحمل الجنسية الجزائرية ويقدم نفسه على أنه إعلامي يشغل داخل ما يدعى الإدعاء الوطنية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية كما أنه يعمل كعضو النائب أحد المواقع المتخصصة في التهجم على المملكة المغربية ووحدتها الترابية